عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن متابعة عدد من المشروعات الجارية تنفيذها في محافظة الإسماعيلية بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى وخلال هذا الاجتماع أشارت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إلى متابعة الجهود المبذولة في محافظة الإسماعيلية في عدد من الملفات والمشروعات الخدمية لا سيما النهوض بمنظومة النظافة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما أشار محافظة الإسماعيلية أكرم جلال إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتا إلى أن إجمالي عدد المشروعات يصل إلى 139 مشروعا تم تنفيذ 131 مشروعا منها وجار الانتهاء من 8 مشروعات